مع الشثري سننهل من وصايا ضمخة بأنوار السماء تهاتت للورى مثل الهدايا موشحة بأذواب البهاء بهالشثري يبين للبغايا وينصح للأحبة في إنسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الذي يسرنا أن نعرض فيه لشيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الأسر والمجتمعات ليكون سببا من أسباب صلاح أحوال مجتمعاتنا مهما نظر الإنسان في آيات كتاب الله وجد أن من الحقوق المؤكدة حقوق الوالدين وقد ثنى الله جل وعلا بذكر حقهما بعد حقه جل وعلا في مواطن عديدة ثم ذكر ما لأصناف الأخرى الذين يؤمروا بالإحسان إليهم فجعلهم تابعين للوالدين انظر مثلا في سورة النساء في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وانظر في سورة الإسراف قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعد أن ذكر الله جل وعلا حقه في إفراده بالعبادة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهكذا في آيات كثيرة يؤكد الله عز وجل على حق الوالدين ومن أعظم ما ورد في هذا الباب ما ورد في سورة لقمان حيث أمر الله جل وعلا بالوفاء بحق الوالدين وحسن صحبتهما مع كون الوالدين يأمراني أولادهما بالشرك وعدم إفراد الله بالعبادة وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن هذا المنطلق فإن الشريعة تؤكد على حق الآباء وحق الأمهات بل تجعله حقا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ولذلك على الأبناء أن يتقوا الله عز وجل في أبائهم وأن يقوموا ببرهم وبخدمتهم وبالسمع والطاعة لهم وعليهم أن يداروا نفسياتهم وأن يقفوا معهم فيما يعرض لهم من مشاكل وفتن ومحن وأن يتقربوا لله عز وجل بالوقوف معهم سواء في أمورهم الدنيوية أو في أمورهم المالية أو فيما يتعلق بأمورهم النفسية أو الاجتماعية وليس معنا هذا أن يناصر الإبن أبا في ظلمه لعباد الله بل إن من مقتضى النصرة أن يكون الإنسان قائما بحق الوالدين بإرشادهما على ما فيه مصلحتهما وإبعاد الظلم عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا نصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم قال بأن تحجزه عن الظلم ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن بعض الأبناء يعتقد أن بر الوالدين لا يكون إلا على جهة المقابلة فيظن أن الأب إذا لم يكن بالنفقة عليه أو أن الأب إذا لم يكن من شأنه أن يراعيه وأن يربيه فإنه حينئذ لن يقوم ببر والده وهذا من الأمور الخاطئة فالإنسان يبر بوالديه طاعة لله عز وجل ورغبة في الأجر والثواب الأخروي وأملا في رفعة الدرجة التي ينالها من الله جل وعلا ومن هذا المنطلق فإن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى ببر والديه مهما كان من الوالد من إساءه فإذا أساء الأب إلى ابنه بكلمة غير مناسبة ولا مهذبة فلا يعني ذلك أن يقوم الإبن بقطيعة والده أو بمقابلته بمثل فعله وهكذا إذا لم يقوم الأب بنفقة أبناءه فليس معنا أن يقوم الأبناء بقطيعة والدهم بل عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بأن يقابلوا إساءته بالإحسان أملا في فضل الله جل وعلا فإن الإنسان متى قام بذلك كان من أهل الأجر والثواب وكان هذا من أسباب رضى الله جل وعلا عنه ومن أسباب رفعة درجته في الآخرة فبر الوالد ليس على جهة المقابلة والمجازات وإنما على جهة استجلاب رضى الله وأجره وثوابه وقد أكدت النصوص على أن حق الوالدة أعظم وذلك لأن الوالدة يعتريها من الضعف ما تكون فيه إلى حاجة شديدة إلى أن يوقف معها ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومن أعظم ما يتعلق بهذا أن يكون الإبن قائما بأن نفق على والديه ما تحتاج إلى ذلك ومن ذلك أن يرعيهما في أمورهم الصحية يتابع حالتهما ولكن إياه ثم إياه أن يكون غليظا في أمرهم بما ينفعهم بل يحاول أن يقنعهم بالتزام الخطة العلاجية والتزام الأكل الصحي بأسلوب مناسب ولفظ جميل بدون مرادة في القول ولا إرغام ولا مشادة ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن الإنسان ينبغي به أن يبر والديه بعد وفاتهما فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هل بقي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الدعاء لهما واصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما وفي لفظ والصدقة عنهما فتصدق عن والديك وادع لهما وأكثر من الاستغفار لهم وليكن من شأنك أن تتقرب إلى الله جل وعلا ببدل صدقة صالحة ينتفع بها ومن ذلك أن تدفع عنهم صدقة جارية يبقى ثوابها لهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من البارين بآبائهم أحياء وأمواتا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وراء مثل الهدايا موشحة بأثواب البهائي بهالشثر يبين للبغايا وينصح للأحبة في إخاري قضايا أو هموم أو حكايا بهاتب يا نداء أو دوائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة